طقم الأسنان سواء تركيبة كاملة أو تركيبة جزئية بشابك لو أنا أهملت في نظافتهم للأسف بيتحولوا إلى بقرة بكتيرية موجودة في الفم وبتوزع البكتيريا لجميع أعضاء الجسم وبتمشي فيه الدم وبتنزل فيه المعدة إلى جانب طبعاً أن الإهمال في النظافة بيسبب رائحة الطقم الكريهة ورائحة الفم الكريهة وبعد كده نشتكي أن ريحة الطقم مش كويسة وريحة الفم كريهة إلى جانب طبعاً زيادة نسبة البكتيريا الضارة في الفم وده بيزود لي من تأكل عظام الفك وضمور اللفة وفيه ناس كمان مع الإهمال الشديد ووجود مشاكل صحية زي السكري أو نقص في المناعة بيطلع لي فطريات نلاقي كانددا أو بياض اللسان أو بياض الغشاء المخاطي بدأ يظهر في الفم يسبب لي رائحة كريهة وظهور القرحة ودايماً بنقول الوقاية خير من العلاج فتعالوا نعرف النهاردة إزاي ننظف طقم الأسنان بالطريقة الصحيحة علشان ما تحصل لش أي مشاكل سواء في الفم أو مشاكل صحية عامة أو تلف حتى لطقم الأسنان وقبل ما نبدأ في روتين نظافة لازم نقطة مهمة جداً أنك تستمتع وإنت بتنظف طقم الأسنان لأن في ناس كتير بتعتبر تنظيف طقم الأسنان حمل عليها أو تضيع في الوقت ولكن بالعكس المفروض أنك أنت تستمتع بروتين النظافة ويكون لك بوكس أو زي علبة صغيرة أو شنطة صغيرة مكان ما بتنظف طقم الأسنان فيها الأدوات فيها الفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم والأقراص الفوارة والعلبة المخصصة للطقم وأرس اللي بيوزيل سبعات الطقم يعني تبقى عامل نفسك زي شنطة كده جميلة بحيث يبقى ده الروتين بتاعك النهاردة هنتكلم عن الروتين الصحيح وفي نفس الوقت هنتكلم برضو عن الروتين السريع في حالات الطوارئ أو لو أنا موجود في مكان ما فيهوش مثلاً ميا متوفرة بكثرة أو عندي أي ظرف طارق برضو هنتكلم إزاي ننظف طقم الأسنان بطريقة سريعة الروتين التفصيلي طبعاً إن إحنا بعد كل وجبة لازم نخلع طقم الأسنان ما بننظفش طقم الأسنان وهو موجود فيه الفم لأنه طبعاً طقم أسنان متحرك ما ينفعش ننظفه زي الأسنان الطبيعية وبيبقى فيه أكل متراكم تحت قاعدة الطقم فلابد إن أنا بخلع طقم الأسنان وأبتدي أنظفه لوحده ونظف الفم لوحده ببتدي أنظف طقم الأسنان بالفرشة المخصصة للطقم لو أنا ما عنديش فرشة مخصصة للطقم إلا تظهر صورتها عندكم في الشاشة أبتدي أستخدم أي فرشة عادية تقليدية بتاعتي ولكن ما تكونش شديدة الخشونة تكون فرشة متوسطة أو الأفضل كمان تكون نعمة ميزة فرشة طقم الأسنان المخصصة إن هي بتكون لها اتنين هاد واحدة عريضة واحدة رفيعة العريضة طبعاً للأماكن الكبيرة في الطقم أو المساحات الكبيرة وبالنسبة للراس الصغيرة أو السمول هاد بتبقى مخصصة للأماكن الضيقة في طقم الأسنان اللي ما تقدرش الفرشة توصل لها بالنسبة للمعجون طبعاً في معجون مخصص للطقم هيظهر قدامكم على الشاشة ولكن لو ما فيش المعجون المخصص للطقم أو غير متاح ببتدي أستخدم أي معجون أسنان عادي عندي ولكن لابد إن هو يكون معجون غير كاشط يعني ما يكونش للطبيض وما يكونش للمدخنين وما يكونش بيعمل تلميع للأسنان ما يكونش فيه فحم ما يكونش فيه حبيبات خشنة الأفضل طبعاً إنه ما يكونش ملون يكون شفاف أو أبيض وفي نفس الوقت بنفضل الجيل عن البيست يعني بنفضل الجيل عن المعجون اللي هو العجين يا دكتور أنا على أي ظرف متواجد في مكان ما فيهوش المعجون دوت أو ما عنديش معجون ممكن أستخدم أي منظف زي منظف الهاند جيل بتاع الإيدين غسيل الإيدين العادي ممكن أستخدم صبون غسيل الصحون ما فيش مشكلة خالص ولكن أهم حاجة إنه ما يكونش فيه كلور ولا مبيض ولا مواد كاشطة ولا مواد كيميائية شديدة الأفضل إنه يكون مخفف بالمية وفي نفس الوقت يكون أفضل من مواد طبيعي باخد قدر كافي من المعجون وببتجي أحطه على الفرشة وبنظف طقم الأسنان من جميع الاتجاهات بنظف الأسنان وبنظف الحواف وبنظف الجزء الخارجي وبنظف الجزء الداخلي وأخلي بالي كويس جدا إن الجزء الداخلي الملاصق للثة ما تتعاملش معاه بعنف أو ما نظفوش بعنف أو بمبلغة لأن مع الوقت بيتشال طبقات من الطقم أو بيحصل إذالة لطبقات من الطقم وبعد كده نقول الطقم واسع لي الطقم فقد ثباته لي فإحنا مهم إن إحنا ننظف كويس بحكمة بدون مبلغة نصيحة مهمة جدا إنه أنا بنظف طقم الأسنان على الحود لابد إن أكون فارش في الحود من شفا قطن أو فوطة قطن أو حاطت زي طبق بلاستيك كبير مليان مية بحيث لو طقم الأسنان وقع مني غصب عني أو بالغلط يقع على الفوطة أو في الطبق اللي مليان مية وما يحصل لهش كسور أو خدوش أو يحصل له شروخ فدي مهمة جدا برضو خاصة مع الناس كبار السن أو الناس اللي إيدها بتطرعش أو عندها شلل رعيش في الوقت برضو هيحمي لي الطقم لإن في ناس كتير للأسف بتفقد الطقم بينزل في المصورة وبيفقدوا طقم الأسنان خاصة لو تركيبة صغيرة ومش حاطت مصفى في الحود وفي برضو فكرة إني أحط سدادة الحود وأقام لمية بحيث برضو تبقى بديل للطبق البلاستيك أو الفوطة بعد ما بنظف طقم الأسنان كويس ببتدي أشطفه كويس جدا تحت مية جارية مية فترة من الحنفية ما باستخدمش أبدا مية سخنة طيب يا دكتور صعب أني كل ما أكل حاجة أنظف طقم الأسنان إحنا بنقول بعد الوجبات الأساسية ولكن لو كانت سناكس ممكن أمسك طقم الأسنان بسرعة على الحود وأشطفه كويس جدا تحت مية جارية وأنظفه بصباعي وأمضمض الفم كويس وقلبس طقم الأسنان مفيش مشكلة ولكن مهم جدا روتين النظافة قبل النوم طيب يا دكتور أنا مستعجل أو مبايت عند حد أو في الدوام أو في الشغل يبقى بنظفه سريعا زي ما قلت بشطفه تحت مية جارية سريعة وبنظفه بصباعي وبشطف الفم كويس وبلبس طقم الأسنان ولكن مش هنستغنى أبدا عن تنظيف أو روتين تنظيف طقم الأسنان قبل النوم بعد كده بالليل طبعا إحنا بنخلع طقم الأسنان لأن أنا قلت قبل كده الأفضل إن احنا نخلع تركيبات الأسنان قبل النوم وبنحطها في المحلول المطهر بتاعها طيب يا دكتور المحلول المطهر دوت عبارة عن إيه المحلول المطهر عبارة عن إن أنا بجيب كباية مية طبعا بتكون علبة الطقم أو كباية الطقم دي نضيفة كويس جدا بنظفها كل يوم وبحط فيها المية وبسقط فيها أرس فوار منظف مطهر لطقم الأسنان موجود في الصيدليات في منه أنواع كتير زي بوليدنت فيكسودانت كوريجا أي أن كان بتبقى أقراص مدورة فوارة بسقطها في الكباية إلى كامل الفوران أو الذوابان وبعد كده بسقط فيها طقم الأسنان يفضل يتنقع وينضف ويتطهر طوال فترة الليل طيب يا دكتور الأقراص غالية الأقراص مش متوفرة ممكن أبتدي أستخدم البديل الطبيعي وهو الخل الأبيض الخل الأبيض بحط كباية المية وبحط ملعقة خل صغيرة وبقلب كويس جدا وبسقط فيها طقم الأسنان النجيف بحطه طوال فترة الليل ده بديل طبيعي للأقراص ولكن برضو بنصح أن احنا نستخدم الأقراص على الأقل مرتين لتلات مرات أسبوعيا ولو الأرس الفوار كبير شوية ممكن أقسمه على اتنين أو أكسره اتنين واستخدمه على يومين لما أصحى الصبح لازم أشطف طقم الأسنان كويس جدا سواء نقعه في خل أو نقعه في الأقراص الفوارة لأنها طبعا مواد كيميائية فلابد أن يقشطف طقم الأسنان كويس جدا تحت مية جارية قبل ما ألبسه فيه الفم وبتخلص من مية النقع الأديمة وبخسل الكباية كويس جدا استعدادا لبالليل أحط فيها مية جديدة وأرس فوار جديد أو الخل طبعا ممنوع مانعا باتا استخدام الكولور حتى لو طبيب الأسنان نصحك أنك تحط كلور في مية النقع علشان تبايد الأسنان ممنوع مانعا باتا وأنا عملت عنها حلقة مخصوص ليه ما ينفعش أن احنا نستخدم الكولور الكحول ممنوع المية وملح ممنوع البيكربونات أو البيكربوناتو ممنوع حاجات كتير جدا ممنوعة احنا قلنا أن احنا بنستخدم الأقراص الفوارة أو المية والخل الأبيض فيه جهاز حلو جدا اسمه ألترا سونيك دانشر كلينر أو جهاز بيشتغل بالألترا سونيك أو الموجات فوق الصوتية بيبقى جهاز بسيط خالص فيه زي وعاء بتحط فيه المية بتشغل الجهاز بيعمل زي أمواج تقدر تحط فيها الأرص الفوار وتسقط فيها طقم الأسنان وتشغله بحيث ينظف طقم الأسنان الأرص الفوار مع الموجات بتبتدي تنظف لي طقم الأسنان حلو جدا الناس اللي كانت بتسألني لو أنا عندي تصبغات شديدة جدا على طقم الأسنان طبعا بروح لطبيب الأسنان يقدر يعملي صيانة دورية بديله الطقم بيعملي تنظيف وتلميع وإزالة التصبغات والتكلسات الجيرية ويديني طقم الأسنان كالجديد وإن لم يتاح فيه أرص مخصوصة لإزالة تصبغات وإصرار الطقم اسمها ستين أوي ستين يعني صبغة أوي يعني بيذيل يعني بيذيل الصبغات هي مخصوصة لو في صبغات شديدة على طقم الأسنان خاصة مع الناس اللي بتشرب بابسي كتير وقهوة وشاي وسجاير أو مدخنة ده برضو بيساعدها شوي أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة